يعني مساء الخير لألك ولمشاهدين القناة وفريككم العامل بالطبع هذه المواجهات هي ليس بجديد وإنما هي قديمة شهد بحر عمان كثيرا من المناوشات وآخرها كانت المناوشات المباشرة بين الحرس السوري والسفن الإسرائيلية وكانت في إطار الرد والرد المباشر لكن منذ فترة باتت إيران تلوح بأنها لا تزال تسيطر عسكريا وأن هذا العصر هو عصر الحرس السوري وهي تريد تهريب النفط وبالتالي هذا النفط الذي يهرب يضع تحت قائمة العقوبات وممنوع التصدير ومن هنا باتت البواخر والسفن الأمريكية هي التي تعترض هذا التهريب وتحاول منعه ومصادرته وليس كما يدعون بأن عملية السرقته وهذه العملية جاءت اليوم من خلال تفريغ الناقلة الإيرانية بناقلة أمريكية وهذا ضمن إطار سحب ممنوع النفط أن يتصدر إلى خارج المنطقة ولكن ربما هنا شعر الحرس السوري بنوع من العملية الرخوة التي تم استعراضها عبر زوارق صغيرة اقتربت من الناقلة وعملت إنزال وقادوا السفينة إلى الحدود الإيرانية وبالتالي منعا لمصادرتها من المياه الإقليمية وهذا ما يؤكد بأن الأمريكان جادون فعليا بتصفير النفط المهرب الإيراني الذي يحاول الحرس السوري تهريبه إلى دول مختلفة ويبيعه بأسعار ضعيفة ليستفيد منه وهذا ما جاء بأن الأمريكان اليوم يحاولون نفسهم السيطرة على المضائق أيب دكتور خالد لماذا الأمريكان لحد الآن لم يصدر أي بيان رسمي حكومي اقتصرت بعض التصريحات للمسؤولين لوسائل إعلام فقط يعني كانت رويترز أجرت اتصالا مع قيادة الأسطول الخامس المتواجد في البحرين وقال بأنه يعلم علما كاملا بهذه الحادثة ولكن لا يريد أن يصرح لأن الوقت ليس لصالح التصريحات وهذا ما يعني بأن الأمريكان لديهم مزيد من الخطط الذي يمكن أن تساعدهم في عملية منع التهريب ومنع هذه السفن من الخروج وبالتالي نحن نذكر بأن تحليق الطائرة بي 52 منذ يومين فوق مضيق هرمز كانت رسالة بأن الأمريكان جاهزون لأي تصعيد وكان هناك تلويحا من قبل جيك سيلفر بأن وزير الأمن بأن الولايات المتحدة لديها كل الخيارات وهي مطروحة أمامها بحال إيران تمنعت عن الذهاب للجلوس على طاولة المفاوضات ولكن هذه المرة أمريكا لن يشاركوا وإنما ستكون أربعة زائد دكتور خالد استثمار للوقت ما حدث ويحدث في محر أمان وكما تفضلت تحليق بي 52 طائرة الأمريكية كيف يؤثر على فرص استئناف مفاوضات فيينا يعني الأمريكان وصلوا إلى مرحلة وأعلنوها حتى الأوروبيين أعلنوا ذلك والروس بأن الإيرانيين يحاولون عدم الذهاب بالتفاوض الجدي ويحاولون تقطيع الوقت ويستغلون كل الفرص والأياد المقدمة إليهم وهذا ما يضيق هامش التفاوض وبالتالي الولايات المتحدة باتت يعني غير مقتنعة بكل الحجج وبكل التصرفات الإيرانية لأن الإيرانيين يريدون فقط التفاوض على ما تم التفاوض عليه أيام باراك أوباما وهم لا يريدون التفاوض على نقاط أخرى توسهم الأقليمي أذرعتهم المسيارات التي باتت ترسل إلى العراق إلى اليمن السواريخ الباليستية المشاركات في عملية التهريب النفط كل هذه المسائل الأمريكان باتوا يعلمونها جيدا ولهذا السبب شددوا في الكثير من الأيام الأخيرة على أنهم مستعدون للذهاب إلى أقصى الحدود حتى توجيه الضربات العسكرية نعم أشكرك جزيلا الشكر من بيروت دكتور خالد عزيز أستاذ العلاقات الدولية وخابير في شهر الأوروبي ترجمة نانسي قنقر